مهما تعددت حدود الفساد وصفة الانتحال فإن مصير المواطن دوما على المحك وما لا يصدقه العقل أن تنتشر الأحاديث عن طبيبة وهمية في مدينة الطب فإذا كنت تشاهد التقرير لتعرف تفاصيل القضية التي أخذت مسار التفاعل والتساؤل فهذا يعني أنك بخير ولم تجري لك الطبيبة الوهمية عملية جراحية تماما كما تقول وثيقة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد وفاة مواطن بعد أن وصفت له الطبيب دواء لعلاج حالته المرضية وبين النفي والتأكيد عززت وزارة الصحة بيانها الذي نفى صحة الأخبار المتداولة عن الطبيبة فيما أكدت الداخلية القبض على الفتاة التي انتحلت صفة الطبيبة في مدينة الطب بعد شكوى أحد المتوفين بحقها قضية لم تكن الأولى من نوعها إنما يأخذ انتحال الصفة مرة لجهة أمنية ومرة للقضاء ومرة في قطاع الصحة مسارا مخيفا وخطيرا إذ يكشف ضرورة العمل على تجديد الرقابة والقضاء على المحسوبية ومحاسبة المجرمين الذين يستهترون بأرواح العراقيين بالانتحال والاستغلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر